قضاء سفوان حالياً رح تكون حدودها الإدارية وين؟ وشنو المتطلبات وأكيد الميزات اللي بسفوان طبعاً تفوق الخور بوهواي وهل فعلاً هو رح يكون يعني ما أدري سمعت هذا الكلام مساحة أكبر؟ أكبر حتى يعني حسب الخرائط يعني مساحة أكبر من الزبير نفسها؟ حسب الخرائط يعني تمت المصادقة عليها تعرفين أن سفوان بما أنه هي منطقة حدودية فبالتالي منطقة البادية تكاد تكون مساحتها كبيرة جداً سفوان أخذت تقريباً 60% من مساحة البادية إلى 65% يعني فبالتالي لما تشوفينها بالخرائط تشوفين سفوان أكبر هذا ما يعني بأن المناطق السكنية دخلت أو تم استقطاع جزء من قضاء الزبير كما البعض صراحي يتحدث حتى يشوش على المواطن الزبيري في أكثر من مكان سفوان في أكثر من محفل وجدت أهلنا في قضاء الزبير يعني يعتبون وكأن سفوان أخذت مناطق كبيرة جداً من قضاء الزبير هذا غير صحيح وغير منطقي صراحة يبقى خصوصية وتبقى خصوصية قضاء الزبير كأن القضاء المهم والأقدم والأول وهو مركز صراحة ومحور مهم جداً لمنطقة غرب البصرة أو نقدر نسميها المنطقة الرابعة حسب التوزيع الانتخابي فبالتالي تبقى خصوصية قضاء الزبير ولكن قضاء سفوان شمل العديد من الأراضي الغير مخدومة والتي هي تمثل نسبة 65% من مناطق البادية ومناطق المزارة حالياً شفت أكو قبول كبير جداً في هذه المناطق في عملية التطوير الزراعي ولاحظت هناك كثير من المزارعين والفلاحين أحيوا كثير من هذه الأراضي في المنطقة سفوان ستحتوي أكثر عدداً من المزارة في منطقة قضاء الزبير هذه من ناحية الخرارة والرسومات مساحة قضاء سفوان أكبر طبعاً لأن شملت تقريباً 65 إلى 70 من مساحة البادية 35 جزء منها صارت من قضاء الزبير وهذا ما يعني تصغير لقضاء الزبير بالعكس بالنهاية كلهم نفس المحافظة ما رح تصير حواجز مثلاً هي فلسفة صراحة الفلسفة اللي أنا شفتها والخلافات اللي بين رؤساء الوحدات الإدارية وعدم تفهم أن هناك مصلحة مهمة سوف يستفيد منها العامة أو يستفيد منها المواطن بدلاً أن أنت تفكر بين يا بنت طيني بالخارطة مساحة أكبر بالعكس هو بالمثل شي يقول جلل ودلل غير يعني كل ما تكون مساحتك قليلة أما لكم تصرف على هذه المساحات تبين بها المشاريع تبين بها البناء التحتية التخصيصات المالية بدل ما كانت ناحية رح تكثر بتأكيد هي أورادي سوف تزداد يعني سوف تعامل معاملة القضاء في توزيع الموارد المالية وكذلك خورة زبار بالتأكيد كانت منطقة اليوم سوف أصبحت ناحية وسألتيني مساحة سابقاً عن الأرقام التي صدرت هي الأرقام يسمونها أرقام حكومية اتحادية بريدية يعني اليوم في كل العراق كل قضاء وناحية عنده رمز بريدي هذا الرمز بريدي مؤشر في وزارة التخطيط وعذلك هي الخطوة الأخيرة والنهائية أي منطقة أو أي قضاء أو أي ناحية استحصل على هذا الرقم إذن أصبح رسمياً ضمن الدليل الرسمي لجمهورية العراق بعد الحصول على هذا الرقم أصبحت رسمياً يكتب ضمن الدليل الرسمي لجمهورية العراق يعني حتى الخراءة وغيرها من المسائل الخاصة بموضوع الخراءة رح تجدين ناحية خورة زوار رح تجدين قضاء سفان وليس ناحية سفان هذه الفائدة الموارد والثروات اللي راح تكون ضمن حدود سفوان لنعرف كل الأموال هي طبعاً تروح للحكومة الاتحادية النفوط المنافذ وغيرها لكن خلينا نعرف شنو بحدودها راح يكون سفوان طبعاً المنفذ أكيد بتأكيد هذا هو يعني خلال الفترة الماضية خليجة 25 أصبحت هناك عمليات تطوير للمنفذ ولكن لا نعول على هذا المنفذ الحالي هو منفذ يعني أصبحت بعمليات تطوير عمليات بناء اللي عرفنا هو المنفذ أصلاً هذا المشروع من الحكومة المحلية يعني من أموال المحافظة نعم من أموال المحافظة ضمن تخصيصات خليجة 25 نعم ولكن المشروع الأكبر هو إنشاء منفذ متكامل بكافة المواصفات العالمية بجانب هذا المنفذ الحالي يعني المنفذ الأصلي مو هذا مكانه المنفذ الأصلي مكانه ثاني على الجهة اليمنى تقريباً من الحالي هذا واحد اثنين سابقاً محال من قبل وزارة الداخلية عفواً هذا المشروع إنشاء المنفذ الحدودي المتكامل في سفوان والشلامتة إنه مشروعين في آن واحد تم حالته من قبل وزارة الداخلية منذ عام 2010 طبعاً ومعطل كونه إنه مشروع اتحادي وهناك مشاكل مع الشركة في قرار مجلس الوزراء أيام السيد عادل عبد المهدي جزاها الله خير تم عرض هذا المشروع وتم سحب المشروع من قبل مجلس الوزراء من الشركة المنفذة لتلكوها لأن نسبة الإنجاز كانت 11% تقريباً إنجاز يعني ما موجود فتشي على الأرض يعني ما يشعر نعم مع الأسف كان اختيار سيء للشركات المنفذة وهذا عطل صراحة من تطوير منافذنا الحدودية اليوم بقرار مجلس الوزراء الأخير تم نقل صلاحيات تطوير المنافذ الحدودية إلى المحافظات نفسها وذلك من خلال الواردات التي تستحصلها المحافظة من المنافذ الحدودية أي بما نحن في قانون 21 الموارد المالية للمحافظة أحد أهم هذه الفقرات هو نصف إرادات المنافذ الحدودية تذهب إلى خزينة المحافظة مباشرة فهذه الواردات موازنة 23-24-25 أكدت بأن تطوير المنافذ الحدودية يجب أن يكون من هذه المبالغ المالية بنسبة عالية يعني 60% تروح لتطوير المنافذ الحدودية و40% بنى تحتية وطرق تربط هذه الأقضية والنواحي بالمنفذ الحدودية وهذا ما نعول عليه وبالتأكيد تتعرفين هذه الفترات الماضية تقريبا صار سبع سنوات أو تقريبا خمس سنوات المحافظات لا يوجد فيها مجالس محافظات لا يوجد فيها جهة معنية بالتصويت عن المشاريع ومصادقة هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها والتوزيع العادل للموارد المالية للأقضية والنواحي كل هذا يقع على عاتق مجلس محافظة البصرة الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة